بعد ساعات من قيام سفارة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات دول اجنبية اخرى في بغداد برفع علم المثلية الجنسية على مقارها اثيرت ردود افعال غاضبة في المجتمع العراقي كون هذا الفعل يتنافى مع تعاليم جميع الديانات السماوية والدستور العراقي والتقاليد والاعراف المجتمعية بعثة الاتحاد الاوروبي بررت رفعها لعلم قوس قزاحة احتفالا منها باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين والمثليات ومتحولي الجنس وحذف المثلية الجنسية من قائمة الامراض النفسية برلمانيون وسياسيون ورجال دين استنكروا هذه الخطوة غير المسبوقة من قبل بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق معتبرين اياها تصارفا غير مسؤول فيما طالب البعض منهم بغلق السفارات التي رفعت علم المثليين في بغداد وزارة الخارجية العراقية هي الاخرى شجبت في بيان قيام بعثة الاتحاد الاوروبي وبعثات اجنبية اخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقاريها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقيم الاخلاقية للمجتمع العراقي وبعد موجة الغضب الديني والسياسي التي شهدها العراق حذفت بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات اجنبية اخرى في العراق تغريدت رفع علم المثليين في بغداد مراقبون وقانونيون اكدوا انه يحق لاي سفارة رفع علم الدولة التي تمثلها ولكن لا يحق لها الاشهار بعمل يخالف النظام العام في الدولة التي تعمل بها ليبقى السؤال الاهم من المستفيد من رفع علم المثليين على مقاري بعض السفارات الاجنبية في العراق ولماذا في هذا التوقيت تحديدا وما الرسائل التي يحملها هذا الفعل ترجمة نانسي قنقر